أين هذه العقيدة من الناس اليوم؟ قال عمر رضي الله عنه في كاتب النصراني في قصة له فذكر في ثنائي كلامه عن هذا الكاتب النصراني قال والله لا أدنيهم وقد أقصاهم الله ولا أعزهم وقد أذلهم الله ولا أكرمهم وقد أهانهم الله كلام عظيم من هذا الفاروق كثير من المسلمين بل من المنتسبين للعلم قد أضاع هذه العقيدة أو أضعفها منهم من يقول العداء مع الكفر لا مع الكافر وهذا تكذيب صريح للقرآن ومنهم من يدعو إلى التسامح مع الكافرين التعايش مع الكافرين وهذه ألفاظ مجملة يجب أن يفصل فيها قال الله عز وجل يا أيها الذين آموا لا تقولوا راعنا قال ابن القيب اكتب على الموقعي لما كان اللفظ محتملا لحق وباطن منع فالألفاظ المجملة يجب أن تترك وأن تفصل لكن يأتي رجل من هذا العلم ويقول ندعو للتعايش للتسامح ومن هذا العلم كم سيفتم بكلامه لا سيما مع الضغط الشديد الواقعي في إضعاف هذه العقيدة سواء من الحركيين كدعاة الإخوة المسلمين كالقرضاوي وغيره أو محمد عسل ويد الددو وأمثاله أو في المقابل المقابل كدعاة اللبرالية الفساد أو بعض الإعلامين الجهلة في يكون في ضخ كبير لتمييع هذه العقيدة ثم يأتي رجل من العلم يقول ندعو للتعايش والتسامح لا يجوز لا بد أن تفصل موسيقى